طلاب الصف الأول نرحب بكم جميعا في قناتنا قناتنا هي قناة رسمية موجودة على اليوتيوب ويريت أنه تشيروا فيديوهاتنا وتحطونا لايكات وأكيد إحنا ننتهز هذه الفرصة لنشكركم جميعا على كلماتكم الحلوة و تعليقاتكم الجميلة سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك خلينا نبلش اليوم في درسنا السادس يلي رح نحكي فيه عن حرف الخا حرف الخا له شكلان نذكر كلياتنا حرف الحا وحرف الجيم زي ما قلنا الجيم زي بطن الجمل منحط النقطة وين جوا بطنه لأنه بلع النقطة وحطها جوا بطنه أما حرف الخا إحنا منحط إيدنا على راسنا نقولنا آخ يا راسي فوينما تكون النقطة فوق على راسنا شوفوا كيف النقطة موجودة هون على راسنا يعني على أعلى حرف الحا فتصبح الكلمة خا هالخا له شكلان هذا هو الشكل الأول الذي يأتي في بداية الكلمة دايما هيك والشكل الثاني يأتي في نهاية الكلمة هيك سواء منفصل أو مش منفصل يعني سواء متصل بالكلمات أو مش متصل بيجي بنفس الشكل طيب هلأ بدنا نلعب لعبة حلوة ونستخدم فيها الألوان بقول لنا نلون شكل حرف الخا باللون الأخضر اللي موجود في نهاية الكلمة بدك تلونه باللون الأخضر يعني اللي بيجي بس هيك شكله إذن هاي كلها بدنا نلونها بالأخضر وهاي كمان باللون الأخضر أوكي الخا الموجودة في النهاية باللون الأخضر نهاية الكلمة ممتاز أما اللون الثاني بدنا نلونه باللون البني أوكي هلأ بجيب لكم لون بني عنا من لقطة تانية هيها ومزيد لكم الثيكنس يلا إذن هون حرف الخا شوفوا كيف هيك صار إذن هاي صارت عندي نخلة حلوة كتير اللي هي النخلة اللي فيها حرف الخا يلا إذن بدنا نكتب حرف الخا في المكان المناسب نكتب نخ لا شوفوا كيف يعني استخدمنا هذا الشكل طبعا نكمل مع بعض ونستمع لنطق الكلمات التالية لما نرسم حرف الخا سواء اللي موجودة بالبداية أو بالنهاية في الفراغ المخصص هاي كلاتنا منعرف وهذا الخاروف خ خ خ خاروف خ خاروف كلاتنا منعرف الخاروف فيه أول إذن رح نستخدم الشكل الذي يأتي في بداية الكلمة ونحط عليه نقطة أما هذا هو شكل الخوخ شكل الخوخ الذي يأتي في نهاية الكلمة صاروخ شوفوا كيف شكله زي الحا بس منحط النقطة على راسه طيب نختار المقطع المناسب لنكمل الكلمات ونرسمه بالفراغ شو بدك تحكي؟ خاشب ولا خشب خ وعليها فتحة هون عشان تفرق ما بين المد الطويل والمد القصير هون هاي مجموعة من النخيل إخو إي لأنها مجموعة ما بحكي كمان نخل شو النخل هاي؟ ما في كلمة اسمها نخل طيب هون خبز إحنا كيف منكتب الخبز؟ هل نكتبها خوبز؟ لا منحكي خو خو عليها ضمة خو خبز هنا خيل وخا عليها فتحة خشب نقرأ الكلمات التالية ونجرد حرف الخا برسم دائرة حوله وين وحرف الخا ندور عليه هايو خا سي ورا خسيرة بخ لون علي سكون خبز في بداية الكلمة وسيخ هايها موجودة في نهاية الكلمة وتفرجوا على تنوين الضم الموجودة في الأخير طيب خلينا نحلل ونركب زي ما تعودنا دايما في كل درس نعمل تحليل وتركيب يعني مرة نقطع الكلمة لقطع ومرة بدي أمسكها ووصلها مع بعض ليش ضروري هذا التبريين يا أول؟ ضروري عشان نظن نتذكر كيف نكتب الإملاءات بشكل صح ونركز على اللفظ الأحرف بشكل صحيح خا وشا وبون هنا نيجي لخا مع بعض مد طويل ولي لحالها ودون لحالها نركب من هذه المقاطع ونعمل كلمات اللي هي خا وزي ونن خا زي نن في خادم إخ وآحمد الطويل خادم وخالي زي عمي خالي أو الخالي هو المكان الفاضي طيب هون لما نحكي لك عن مخزون القمح مخزون الزؤون مخزون أما هون لما نحكي عن شغل إنها مخبوز بالفرن فمنحكي عنه مخ بوز زي أعلى وزن مفعول طيب نقرأ الكلمات الآتي ونوصلها بصورة المناسبة وين صورة السبانخ؟ وين صورة المخالب؟ وصورة الخرز الخرز هي صورة الأولى منوصلها مع بعض المخالب وعندي السبانخ السبانخ هيها هون كتير لذيذ السبانخ وهاي صورة المخالب ممتاز أوكي هلأ وضحت الصورة فإذن هاي صورة السبانخ وهي صورة المخالب المخالب يعني زي الإيدين بس هاي عادة مش عادة دائما المخالب لا الطيور طيب هون بالنسبة للنسخ كلنا بناركي تنسخ حرف الخا مرة بالحركات ومرة الطويل يعني هون عندي مع الفتحة خا خو خي خخ وهون عندي مع حروف المادة الطويل خا خو خي جمعت خديجة خرزا صغيرا كثير حلوة درس الخا بهيك يا حلوين خلصنا درسنا السادس نراكم في الدرس السابع اللي رح نحكي فيه عن حرف الذال شكرا لكم يا حلوين وإلى لقاء قريب